تحطها بيمينك بالضبط عشان كده الكرة ضاعي طيب معلش يبلل خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي كابتن سيد مبروك التأهل كتاني للمجموعة أولا لكن تأهل مستحق الحقيقة للنادي الاهلي في ظل حملات من التشكيك والتحريض والظروف الصعبة خلال الفترة الأخيرة طيب الحمد لله كانت حافظة كل الناس طبعا يعني من الحجاب الصعبة اللي واحد مر بيها بردو اللي جاء من قائل المعروف الحقيقة حتى أنا مش عارف الأدواء المشهونة دي مشحونة يعني مش عارف دولما ما فيش سبب وغير بحوال اي حاجة اخرى في اندية اندية الحاجة لاتنا قدنا بشكل خيس اي انا مستغر بحاجة اي 73 او 40 او 5 او لما حصل السحن ده كان فيه يعني اصرار على ساكمل سلوحة يعني مش عارف دولا هاتنا بحاجة والادي الاخلي لاحظة لحاجة اي او 6 لاحظة يعني من قائل المعرفة اي حاجة لله اي حاجة ام اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة بص هي اولا اولا يعني خلينا نتكلم بالمنساء الواقعية في الوقت الحالي التما من فرق اللي تعودين كلهم تعودين يعني اي اي ام التفتيم في الوقت الحالي انت عندك عندك الترجي ومازمبي وعندك الوداد والنجم والزمالك والرجاء والوداد يعني لما تيجي تختارها هتلاقي فيه صعوبة جديدة جدا بالنسبة لتعايدها لكي ده الهدف فبتتتلك وتريد ان انت في الاول لاخد فرق كبيرة اي ان كانت الفرق اللي بتلعبها المفروض لتكلم على افضل تم الفرق في القارة, فايا كان الوضع اللي هيجي لك في دول الثمانية هو هو اللي كان هيجي لك في الدول الغربعة وهو هو اللي هيجي لك في النهاية لكي انا المتكلم على الاكواء الليحمة فيها وكمان الاهم يقول ذي نص اللايحة بتاعها في الان آفريق احنا بنحط لوائح عشان نمشي عليها مش عشان بالنسبة لنا يتبقى بتاعتي ما الاسمعيلي كان بلعب الأفريقي التونسي ديارة 88 أو 87 وتم إلغاء النقاء السجم السعيلي كان بلعب التراجي بنفس الأجواء كده وتم إلغاء النقاء ده واحد اثنين لا يهتم التحاد الأفريقي معروف وواضحة جدا فيها باندي بيقول كده إذا أجبر الحكم إذا أجبر الحكم على تكميلة النقاء لفتحام الجماهير أو مبالاقات عدوانية أو سلوك عدواني يتقابل للضيط يتم حساب المبالاق 2-0 على طب فوقتها إحنا نستنين للتحاد الأفريقي هيعمل بإيه؟ يعني بتأكيد في تحرك يعني كان من خلال تاكيد حساب المتجارة بدأ المتأكد من الفرقة عن دناو متأكد من مطشفنا للغيق أسنع بقى أي مكان بإطواني للتحاد الأفريقي هيكمة اعتماد النتيجة على رحاسة لوائف ونصها ولا يعادل قم بكده بزير وإحنا جايبين اللايحة على الشاشة هوا برضو نعم بقول لحلك إحنا جايبين اللايحة على الشاشة برضو علشان وحضرتك بتتكلم يبقى الكلام واضح يعني لحية الاتحاد الأفريقي يعني على قرط خدم ما بتتكلمش على ضرب نار يعني وموت يعني مش كده مش هيحسن ده انت بتلعب النهاردة ساكن على الشرية مش بتلعب ممبراجي ممبراج كرة خدم أيوه هي جوات بتلعب ممبراج خف يحصل سهل لأي نهاية أنا بتكلم يعني الحمد للعلى على النادي سبايا الحمد للعلى روح من قرطبية دعت الله حسنا حسناه كبير جدا لكن انت تتكلم على أجواء بعد العشر دهائق اللي تم شاف يعني تحمل أو سبع دهائق اللي تم تحمل الملعب ده يعني قولي أجواء رياضيين أكرقب إزاي يعني واحد بيركز بسلامته وخروجه من الملعب حقيقي أو بشكل طويس يعني ولا بيركز في القرية لكن هتلعب مين أنا مش فارق معي خامس والحمد لله رب العالمين يعني هتلعب المزيم بي هتلعب السرد بي هتلعب بآآ آآ آآ وفيد هتلعب أي فئة سواء انت في حضرة بيهايح لللايحة بتاعته وهيطبقها ويعملها بشكل كويس بشكل إيجابي وهتلاقي نفسك هتلعب يا الرضاء يا زمالك لأن الوداد كل محصل بعضك بالمتائج أو كل محصل بعضك بالقوة يعني انت هتشوفش مباراة قوية جدا لأن التصنيف التصنيف زي ما قلت التراجي ومزنبي وعندك فانداون والأهلي قوي من يجمع لو تم عدماتهم وبعد كده في التصنيف اللي بعد كده عندك الوداد والرضاء وكمان الزمالك فاندا الرضاء هايل جدا استنادي الوداد حيو الأفروسيا الفن الساسس وكزبان البطولة الفن اللابس يتكلم كلها كلها احسان خلنا نفع صاردة بأداءنا بروبوليتنا بشخصياتنا تجل الأجواء اللي قبل اللقاء وإثناء اللقاء وبعد اللقاء كلها أجواء تحمل المسؤولية وتحمل الندية وتحمل كمان الإصرار والعزيمة وايس قوي 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 الحمد لله الحمد للأربع من إن احنا برضو نظل الأجواء دي انت متماسك وانت الهصل وانت الاحصل وانت الاحصل وانت الاحصل وانت من كل حاجة لكن هناس للصفحة بقى وانتظر القرعة سواء كان الاتحاد الأفريقي يعني اللبسة أو حقة اللايحة بتاعته أو نركز اللايحة بتاعته اللي بيحوشها وانه هتبقى بنوبة الحق يعني لو ما تمش النهاردة لو ما تمش النهاردة يعني إن انت تصبق لقي حياتك انت بتدي فرصة بتدي مجال لكل الناس تعمل كده واي حتى ومش تقدر تعمل معهم اي حاجة لأنه بمصد اللي هو اي حتى ما بشستهاش يعني والحقيقة يا كابتون سيد الغريب جداً ان الحاكم المباراة واحد من افضل يعني لو اتكلمت على 11 هنا وال11 هنا هنختار حاكم المباراة كافضل لاعب في المباراة الحقيقة لانه كان اد حقك لنادي الاهلي واد حق نادي الهلال برضو يا كابتون سيد طبعا ، طبعا من الاه هتبقى بحقك هناك ده رائع يعني النهاردة كان رائع طبعاً طبعاً أنا بقول لو اي حاكم لو اي حاكم غير الرجل ده او اي حاكم ثاني يعني كان ممكن يتأثر. كان ممكن يتأثر. طبعا. جدا 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 في القرارات والمفعلات. قرار الغاء مش بتاعه حقيقة. قرار الغاء مش هو الحكم اللي بيستخدم. المرائب اه. قرار الغاء اتحصل. اصل في كل حتة. نازمة كابتن. نازمة كابتن. نتيش اخوة حالة. هو مش هكذا فيه اي 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 تبتدي فرصة لكل الناس اللي هتعمل نفس السلام. طيب. كابتن سيد معلش برضو طمنا على البيع سنتوفين دلوقتي.